كشفت مصادر مطالعة أن الحوثي حددان للمنظمات الدولية والجهات العاملة في المجال الإنساني شركات معينة لتأجير السيارات لنقل فرقها وأفرادها داخل وخارج صنعاء وقالت المصادر أن أحمد حامد مدير مكتب رئاسة السلطة الإنقلابية للميليشيات الحوثية واحد من ممثلي زعيمها المدعو عبد الملك الحوثي أشعر المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بالتعامل مع شركات سيارات محددة وأضاف أن حامد أبلغ المنظمات في مناطق سطرة الميليشيات بأن أمن وسلامة فرقها وأفرادها سيكون أكثر جاهزية إذا تعاملت مع الشركات التي عينها ووضحت المصادر أن المسؤول الحوثي رتب مع وحدات المخابرات الحوثية زراعة أجهزة تنصت داخل السيارات وخصوصا المدرعة منها بعد أن تم توفير عدد منها لهذه الشركات غالبيتها منهوبة وتتبع مصالح دولية قبل اشتياح صنعاء من قبل ميليشيات الموالية لإيران ترجمة نانسي قنقر